اعلنت الحكومة الاوكرانية عن تسجيل اكثر من الفي هجوم سايبرانية روسية على السجلات المدنية للمواطنين وانظمة المعلومات في وزارات الخارجية والدفاع والطاقة في اوكرانيا خلال العام الماضي فيما تتصاعد وطيرة المعارك العسكرية الدامية بين روسيا واوكرانيا مع قرب حلول الذكرى السنوية الاولى للحرب يتخذ النزاع بين الجارتين اشكالا اخرى بعيدا عن اصوات انفجارات السواريخ والقاذفات وطلقات المدفعية والرصاص في محاولة من الطرفين لاستغلال كل الاوراق المتاحة لاضعاف عزيمة الاخر ففي جبهة اخرى للصراع كثفت روسيا من هجماتها الالكترونية التي تستهدف القطاعات المدنية الاوكرانية خلال الفترة الاخيرة ضربات متلاحقة قدرتها السلطات الاوكرانية باكثر من الفي هجوم سبراني على السجلات المدنية للمواطنين وانظمة المعلومات في وزارات الخارجية والدفاع والطاقة خلال عام واحد الحكومة الاوكرانية كشفت في احدث تقاريرها الرسمية ان الحرب الالكترونية التي تشنها موسكو تستهدف العديد من الاهداف في الوقت نفسه وهو ما يجعل العدد الفعلي للهجمات الروسية السبرانية اكبر بكثير من المعلن التقرير الاوكراني اوضح ان الروس يحاولون الولوج الى السجلات المدنية وانظمة المعلومات حيث يتم تخزين البيانات الشخصية للمواطنين مشيرا الى ان الكتائب الالكترونية الروسية تستهدف وبشكل مركز قطاع الطاقة وانظمة المعلومات المتعلقة بوزارتي الخارجية والدفاع ورغم ان السلطات الاوكرانية اكدت تصديها لفرق القراصنة الالكترونيين الذين هجموا القطاعات المدنية بشكل مكثف قبل ايام من بدء الحرب في الرابع والعشرين من فبراير الا انها حذرت من تصاعد وطيرة الهجمات الالكترونية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وزيادة حدتها مع تحقيق القوات الاوكرانية نجاحات مهمة على الارض والحقها بهزائم متلاحقة بالقوات الروسية على حد التصريح الاوكراني وعلى الجبهة الاخرى ما زالت روسيا على موقفها بشأن اتهامات للولايات المتحدة بمساعدة كييف في شن هجمات سيبرانية عليها بأيدي الجيش الالكتروني الاوكراني الذي اسسته واشنطن على حد قول موسكو وقدرت السلطات الروسية زيادة عدد الهجمات على مواقعها الالكترونية خلال عام 2022 باكثر من اربعة اضعاف بالمقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 مؤكدة ان معظم الهجمات ما زالت تنطلق من اراضي الولايات المتحدة وبعض بلدان الاتحاد الاوروبي بشكل منصق ضمن مساعي الغرب لهزيمة روسيا موسيقى